بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق وفتق الأسماع وشق الحدق والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالرائعين والرائعات والمبدعين والمبدعات والمتعلقين والمتعلقات من أبناء وبنات الصف الأول الابتدائي يتجدد اللقاء بكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول الابتدائي وأرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل ترحيب وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم الصف أو المرحلة الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية قسم القرآن الكريم وموضوع الدرس سورة الكوثر من الآية الأولى وحتى الثالثة هذا درس تابع للدرس السابق الذي أخذنا فيه نفس هذه السورة نريد أن نتعكد من ضبط هذه السورة الأهداف أولا أن يطبق الطالب أو الطالبة أداب التلاوة التي تعلمها أيضا أن يحفظ الطالب أو الطالبة سورة الكوثر كاملة أيضا أن يقرأ الطالب أو الطالبة الكلمات التالية قراءة صحيحة إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ فَصَلِّ وَانْحَرْ شَانِعَكَ الأبتر أيضا أن يقرأ الطالب أو الطالبة الكلمات بالمقاطع الصوتية إذن هذه بعض التنبيهات التي نريد أن ننبه عليها أولا القرآن الكريم هو كلام الله العظيم فعلينا أن نعظمه في قلوبنا علينا أن نحسن القرآن بأصواتنا التي هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نستغل النعمة الأخرى وهي النعمة النظر فندقق النظر في الكلمة والحرف والحركة التي على الحرف وأيضا ندقق عند الاستماع للقارئ ويقرأ حتى نحاكيه ونقلده أيضا علينا أن نعطي القرآن الكريم من أوقاتنا حتى يعطينا الله عز وجل من الأجور والحسنات الشيء الكثير هناك أمور مهمة للحفظ حتى يكون حفظي متقلا لابد أن أفرق بين المتشابه وأقارم بينه أيضا علي أن أكرر المقطع المراد حفظه أكرر وأصبر أكرر وأصبر حتى أتقن هذا المقطع ويرسخ في صدري وإذا أردت أن أقرأ فإنني أكون متقنا لهذا الحفظ أيضا علي أن أربط بين المقاطع وأن أراجع السور إذا انتهيت من سورة أراجعها وأيضا أراجع السور التي قبلها حتى يكون الحفظ متقنا ولا أنساه وأيضا علي أن أقرأ على غيري وأن أعرض حفظي على غيري سواء كان المعلم أو الوالدين أو غير ذلك حتى أتأكد من إتقاني لهذا المقطع وحتى يصحح الأخطاء إن كان هناك أخطاء ربما إذا قرأت أنا لوحدي لا أنتبه لأخطائي ولكن إذا كان هناك شخص يستمع إلي فإنه يصحح أخطائي ولذلك أعرض حفظي على غيري لا شك أنكم الآن قد تهيأتم وتجحزتم وتوضعتم وأخذتم مصاحفكم وتوجهتم للمكان المناسب البعيد عن التشويش والإزعاج والضوضاء وهنا أسألكم ما السورة التي حفظناها قبل هذه السورة ما السورة التي حفظناها قبل هذه السورة أحسنتم بارك الله فيكم إذن هي سورة الكافرون إذن البداية ستكون مع هذه السورة سورة الكافرون سنراجع حفظ هذه السورة ونتأكد من ضبطها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين ما شاء الله عليكم على هذا الحرص والمراجعة هل ضبطتم سورة الكافرون وحفظتمها أسعدكم الله ووفقكم شكرا لكم الآن سنختار بعض الكلمات التي تدربنا عليها في الدرس الماضي نتعكد من قراءتها بشكل صحيح إذن نبهنا على الرحماني أيضا تشديد النون في إنا أيضا نبهنا على الهمزة في أعطيناك إنا أعطيناك أيضا نبهنا في الدرس الماضي على أن ننطق اللام المشددة بالكسر بشكل صحيح فصل لي ربك أيضا كلمة وانحر أيضا كلمة شانئك ننتبه لهذه الكلمات ونقرأها بشكل صحيح أيضا كلمة الأبتر 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 أما الآن فسننصت لتلاوة الآيات من سورة الكوثر طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله فيكم أنتم تتنافسون في شيء عظيم ألا وهو حفظ كتاب الله كل واحد مننا لابد أن يكون أن يضبط حفظه أن يكون المقدم وأن يكون حفظه مميزاً حتى يحصل على الأجور من الله عز وجل إذن الآن هذه السورة لا شك أنكم حفظتمها هل حفظتم سورة الكوثر؟ بارك الله فيكم ما رأيكم أن أجري لكم مسابقة نختبر فيها حفظنا لهذه السورة هل أنتم مستعدون؟ رائع رائع ما شاء الله تبارك الله إذن الآن سأجري لكم مسابقة وهي أن نعرض هذه السورة ونخفي منها بعض الكلمات وتحاولوا أن تتعرفوا على الكلمات المخفية هل أنتم مستعدون؟ بارك الله فيكم هذه هنا بعض الكلمات المخفية من سورة الكوثر حاولوا أن تعرفوها من أنفسكم رددوا معي الآن وقرأوا الكلمات المخفية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر أحسنتم فصلي رائع فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ممتاز ممتاز جدا جدا ما شاء الله تبارك الله أيضا سأجري هذه المسابقة نفس هذه المسابقة سنجري هذه المسابقة مرة أخرى ولكن بتلاوة القارئ وحاولوا أن تسبقوا في معرفة الكلمات المخفية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر تصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أيضا سأعيدها مرة أخرى مستعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر تصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله فيكم أسعدكم الله ووفقكم أما الآن فسأقرأ هذه السورة قراءة فردية ثم بعد ذلك نقرأ القراءة الترديدية التي تعودنا عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الآن سنقرأها ثلاث مرات قراءة ترديدية فرددوا معي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأبتر رأوا هذه المرة الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر شكرا شكرا لكم أيها الرائعون والرائعات على هذه المتابعة أما الآن فسننصت لتلاوة الآيات طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يثيبكم على حسن إنصاتكم لكتاب الله ربي وربكم الآن سنختم بقراءة السورة كاملة فتابعوا معي نريد أن نقرأها قراءة تردية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عيدها للمرة الأخيرة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أحسنتم مبارك الله فيكم دائما نتعود أننا نحافظ على المصحف لا نكتب عليه لا نجعل شيئا فوقه تعظيما لكتاب الله عز وجل وإذا انتهينا من قراءة القرآن فإننا ماذا نفعل أحسنتم نحمل المصحف ونضعه في المكان الخاص واللائق به وبعد أن قضيت معكم هذا الوقت الجميل وتدرسنا كتاب الله العظيم لا يسعني إلا أن أشكركم أيها الرائعون والرائعات والمبدعون والمبدعات وإلى درس جديد ورقائنا آخر وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته